تابعنا بالأمثل المحاولات التي تمت بمنع أبراهيم الشيخ الغياد في المؤتمر السوداني ووزير الصناعة والتجار السابق الذي تم منعه من السفر في مطار الخرطوم وكامتوجه إلى الغاهرة لأنه مطلوب في قضايا أخرى فتم منعه من ذلك ويعني في اتجاه مغاير لما تم الحديث عنه في أنه هناك مساحات وأنه ناس أخرجوا المؤكد أنه أبراهيم الشيخ خلفه قضايا حالت دون السمح له بالسفر أضف إلى ذلك أنه يعني أبراهيم الشيخ اتصل برئيس الوزراء عبدالله حمدوق وعضو مجلس السيادة لكي يساعدوا في يعني استمح له بالسفر يعني يتصل بالهادي إدريس رئيس أو عضو مجلس السيادة ولم يسمح له وده بسبب أنه في قضايا الليو لكن أفتكر أنه يعني ما عنده قيمة يعني موضوع يمنع من السفر يعني هو أدى تكبير للمواضع فقط كان يمكن أن يسمح له وينتهي الموضوع في هذه المحطة يعني ما أفتكر أنه الموضوع مستحق كل هذه الضجة وهذه الجوطة الكبيرة